استقبل الرئيس السيسي بمطار العالمين الدولي الملك عبدالله الثاني ابن الحسين عهل الأردن الذي يقوم بزيارة لمصر تتضمن المشاركة في القمة ثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين والتي ستعقد اليوم بمدينة العالمين الجديدة لبحث تطورات القضية الفلسطينية التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة المهندس عبدالصادق الشرباجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة لاستعراض عدد من أنشطة الهيئة وأكد رئيس الوزراء حرصه على التواصل المستمر مع مسؤول الهيئات الإعلامية بهدف العمل على تذليل أي عقبات وأحل تحديات مختلفة والمساعدة في إجراءات الإصلاح التي تتم حالياً وكذا خطوات الاستغلال الأمثل لأصول المؤسسات الصحفية بما يسهم في تحسين الموقف المالي لها أعلنت دكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق المرحلة الأولى الفين ثلاثة وعشرين للجامعات والمعاهد المصرية اليوم الاثنين الرابع عشر من أغسطس وأشار الوزير إلى أن الحد الأدنى للقبول بكليات قطاع الطب البشرية بلغ نحو ثلاثمائة واربع وسبعين ونصف درجة بنسبة واحد وتسعين فاصلة أربعة وثلاثين بالمئة وفي كليات القطاع الصيدلي بلغ ثلاثمائة وسبع وستين درجة بنسبة تسعة وثمانين فاصلة واحد وخمسين بالمئة وأضف وزير التعليم العالي أن الحد الأدنى لكليات القطاع الهندسي كليات الهندسة بلغ ثلاثمائة وثمانين واربعين ونصف درجة بنسبة خمسة وثمانين بالمئة كما أعلن الحدود الدنيا لكليات الشعبة الأدبية وهي كليات الألصن بحد أدنى ثلاثمائة وستين واربعين ونصف درجة بنسبة 84.51% وكليات الإعلام بحد أدنى 343 درجة بنسبة 83.65% وكليات الاقتصاد والعلوم السياسية بحد أدنى 354.5 درجة بنسبة 86.46% وقطاع الآثار بحد أدنى 331 درجة بنسبة 80.73% نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الاثنين مدير جهاز المخابرات الأسبق اللواء أحمد شانيورا الشهير باسم طارق أبو رجب الذي وفته المنية صباح اليوم في القاهرة عن عمر نهز 63 عاما وأشاد الرئيس عباس بمناقب الفقيد ودوره الوطني ونضاله لخدمة شعبه ووطنه معربا عن أحرة عازيه وأصادق مواساته أعلن ريال مدريد اليوم الاثنين التعاقد رسميا مع كيبا حارس تشيلسي على سبيل الإعارة وقال ريال مدريد في بيان على موقعه الرسمي توصل النادي إلى اتفاق مع تشيلسي بشأن إعارة الحارس كيبا الذي ينضم إلى الفريق هذا الموسم حتى 30 من يونيو 2024 وأضاف خضا كيبا خمسة مواسم مع تشيلسي وفاز بدور أبطال أوروبا وكأس العالم للأنديا والسوبر الأوروبي ودور الأوروبية اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر